ده الاعلاميين اللي بيدفعوا عن فنان دفعوا زي ما انتوا عايزين بس ما تطلعش تقول اصل الماريوانا دي مش مخدرات ما تطلعش اعلامي يقولك اصل نسبة المش عارف ايه دي مصرح بيها برا لكن في الاخر دي مخدرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين العزاء في كل مكان بنرحب بحضراتكم هجوم شرس من رهام سعيد ضد الفنانة من شلبي بعد ما تم دبطها في المجمارك او في المطار معاها مواد مخدرة بكميات كبيرة جدا رهام سعيد بتشن هجوم شديد جدا ضد الفنانة من شلبي ايه اللي قالته رهام سعيد على من شلبي وايه سبب الهجوم عليها كل التفاصيل هنوضحها لحضراتكم النهاردة ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد طبعا كلنا كنا تابعنا في الايام اللي فاتت تفاصيل قضية من شلبي وسر القبض عليها داخل المطار بعد ما مسكوا معاها كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا طبعا حولوها على نيابة حققوا معاها انقرة التهمة قالولها خلاص يا فنانة انتي هنطلعك على زمة الموضوع او على زمة القضية وتدينا غرامة خمسين الف جنيه وطلعوها وهي حاليا قعدة ببيتها معززة مكرمة والمفترض ان المواد اللي كانت معاها بتتحلل في المعمل الجنائي واتضح بعد كده ان المواد اللي كانت معاها دي مواد مخدرة صرف مادة الماريجوانا مواد مخدرة ومشهورة ومعروفة في كل دول العالم ولكن يمكن مش مشهورة عندنا في مصر وده اللي خلى الفنانة تتصور ان ممكن رجال الجمارك او رجال المطار يعدوها كده بحكم ان هي فنانة وبحكم ان المادة اللي معاها مش مشهورة عندنا في مصر ولكن طبعا بعد ما خرجت بكفالة طلع بعض الاعلاميين يقولوا يا جماعة بلاش نظلمها وان الحاجات اللي كانت معاها دي نسب بسيطة وبتدع بره عادي وكأنهم يعني بيقولوا لكل الشباب عندنا في مصر اشربوا المادة دي عادي دي مادة مش مخدرة ومادة مصرح بيها مع ان للأسف دي مادة مخدرة وغير مصرح بيها تماما عندنا هنا في مصر لانها مضرة بالصحة طبعا طلعت رهام سعيد وبتشني هجوم على كل الاعلاميين اللي بدأوا يؤيدوا الفنانة من نشلبي او اللي بدأوا يدعموا من نشلبي في ازمتها وبدأت الاعلامية رهام سعيد تنتقد اي حد اعلامي او صحفي طلع وبدأ ان هو يحلل او يبرر لرهائل من نشلبي اللي هي عملته او للحاجات يعني اللي كانت معاها وان دي حاجات عادي جدا انه يتم تدولها في مصر لانها ما كانتش تعرف ان الحاجات دي ممنوعة داخل مصر طبعا رهام سعيد قالت لأي حد بيحاول يدافع عن فنان او فنانة معينة ويطلع يقولك اصل المرجوانة دي مش مخدرات هو دا اللي خطأ لان ابني وابنك بيتفرجوا عليك وتطلع تقوله في الاخر ان نسبتها مصرح بيها ولكن في الاخر دي مخدرات وهتأثر على صحة الشخص اللي بياخدها وبعدين لو ما لهاش اثر انها تبقى ادمان لكن هيكون لها اثر لانها كيميا وبتدخل المخ ماينفحش اطلع اقول كده بشكل صريح ان الحاجات دي عادي ولان انت كده بتدي رسالة لكل حد بيتفرج عليك ان الموضوع ده عادي جدا وانه يتم تدوله وانه يتم تعاطيه داخل مصر بشكل عادي مفوش اي مسألة قانونية على الرغم ان الموضوع غلط من الاساس فبدأوا المتابعين يردوا على ريهام سعيد واحدة قلت لها يسلم نسانك يا ريهام بان شالة بغلطة انها تخيلت ان رجالك جمارك فمصر جهلة ومش بيعرفوا الحاجات دي لا بالعكس ده الناس مدربة وبرافو عليهم وكمان احد الاشخاص رد عليها وقال لها فعلا انا استغربت ايه اللي بيقولوه الاعلاميين والصحفيين كمان ايه اللي نسبة بسيطة وايه اللي مصرح بيها برا وبتدبع عادي ايه اللي بيصدروا له عقول الناس ده ايه كمية الجهل والتخلف اللي بيتحقوا بيه على الشباب ازاي انسان مشهور واعلامي معروف يخرج يقول كده وكمان محدش يحسبه او حتى يسأله بجد انت انسانة محترمة يا ريهام يا سعيد وربنا يكرمك زي ما وقفتي وقلت كلمة حق في الموقف ده طبعا ريهام سعيد عندها حق في كل كلمة قالتها لانه للأسف طلع اعلاميين زي الاعلامي عمرة قديب وقال لك سيبك من موضوع ريهامس من شلبي اركنه على جنب وخلينا في موضوع المرجوانة اصل المرجوانة دي فيها نسبة مواد مخدرة وعادي يتم تداولها داخل مصر وان المواد دي يعني طالما بيتم تداولها برا يبقى عادي يتم تداولها داخل مصر ولكن للأسف دي مواد مخدرة وغلط انه يتم تداولها او حتى تعاطيها عموما دي كانت كل التفاصيل اللي معنا منتظر اراء حضراتكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد شكرا ليكم سلام